موسيقى الخمسة صباحا الثانية بتوقيت جرونتش موجزون إخباري ياتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أهمية الطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم وفاعل نحو ضمان توفر الإرادة السياسية التي تحقق التوصل الاتفاق المنشود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين والتجاوب بإيجابية مع جهود الوسطى جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقاه من المستشار الألماني أولف شولتس تم خلاله تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات فضلا عن تعزيز التنصيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك هذا وتوافق الرئيس سيسي وشولتس خلال الاتصال على أهمية بدل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بالإقليم ووضع حد للحرب بقطاع غزة التي قاربت العام كما أكد الرئيس ضررة المصاري السياسي الشامل الذي تتم بموجبه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يحقق الاستقرار المستدام بالإقليم واتفق الزعيمان كذلك على استمرار التشاور والتنصيق بشأن جهود استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة كما ثمن المستشار الألماني جهود مصر المكثفة والمخلصة لمحاولة نزع فاتيل الأزمة ووقف الحرب التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أحمد دكوجوك وزير المالية وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مصاريه النزولي في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المدين المتوسط والطويل مع تأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقصاط الديون المستحقة في موعدها المحددة كما شهد الاجتماع التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المخطط له أدنت مصر الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدني شمال الضفة الغربية في جنين وتلكرم وتوباث والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين وفي بيان نصادر عن وزارة الخارجية والهجرة اعتبرت مصر الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية بما ثبت إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جينيف الأربعة الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية كما طلبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل وفرض القيود والاستلاء على الممتلكات الخاصة وحذرت مصر أيضا من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين بتزامني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى الإصرار الإسرائيلية على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة حذرت الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الواسعة النطاق التي بداتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تهدد بشكل خطير بمفاقمة الوضع الكارثي في الأراضي الفلسطينية وقالت المتحدثة باسم مفاوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن العمليات الإسرائيلية في المدن والاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة وازدياد عمليات القتل المحددة الهدف وغيرها من عمليات القتل بإجراءات موجزة أمر مثير للقلق كما طلبت إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي أنه سيطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة أوكرانية لإنهاء الصراع مع روسيا في سبتمبر المقبل وذلك خلال زيارته لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقال زيلنسكي أن الخطة تستخدم الدبلوماسية والخطوات الاقتصادية كما أعلن زيلنسكي أنه سيقدم الخطة إلى المرشحين الرئيسيين كامالا هاريس ودونالد ترامب أدت الأمطار الغزيرة في الهند إلى فيضانات أودت بحيات 15 شخصا على الأقل كما تم إجلاء أكثر من 23 ألف شخص وأصدرت السلطات المختصة توصيات للصيادين بعدم الإبحار وفق ما أفد رئيس وزراء الولاية وتتسبب الأمطار الموسمية بضمار واسع كل عام لكن الخبراء يشيرون إلى أن تغير المناق يتسبب بتحولات ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس كما شهدت ولاية تريبورا فيضانات وانزلاقات أرضية الأسبوع الماضي أصفرت عن مصر أكثر من 20 شخصا مشاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحملوا تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر من حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد عنصاري ودومتم في أمان الله اشتركوا في القناة